الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه حضرات السيدات والسادة البرلمانيين المحترمين إن التجديد اللقاء بكم باعتباركم ممثل الأمة في هذه المناسبة دصورية سنوية يؤد دائما مبعث سرور واعتزاز ومما يضفع على هذه سنة تشعية طبعا خاصا قونها تأتي في مرحلة شعارها روح المسؤولية والعمل الجاد فالتوجهات والتدابير التي دعونا إليها خاصة في خطاب العرش وذكرى عشينغوشت تختضي التابعات الشاملة والعمل الجماعي وقيام كل واحد بدوره كاملا في ذل احترام القناعات والاختلافات وإنكم أشار برلمانيين بصفة خاصة في الأغلبية والمعارضة تتحملون مسؤولية ثقيلة ونبيلة في المساهمة في دين نمية الإصلاح التي تعرفها بلادنا فأنتم داخل هذه المؤسسة الموقعة تشكلون أسرة واحدة ومتقاملة لا فرق بينكم مثل ما يعبر عن ذلك لباسكم المغرب الموحد رغم اختلاف انتباعاتكم الحزبية والاجتماعية فالمصلحة الوطنية واحدة والتحديات واحدة ويبقى الأهم ونتيرة أملكم الجماعي وإننا حريصون على مواقبة الهيئات الثياسية وتحفيزها على تجديد أسالي بعملها بما يساهم في الرفع من مستوى العداء الحزبي ومن جودة التجريعات والسياسات العمومية لذا ندعو للرفع من الدعم العمومي للأحزاب مع تخصيص جزء منه لفائدة الكفاءات التي توظفها في مجالات التفكير والتحليل والابتكار حضرات السيدات والسادة البرلمانيين إن التأبئة الوطنية والعمل الجماعي يتطلبان توفر مناخ سليل وتأزيز التضامن بين مختلف الشرائح الاجتماعية وهو ما نهدف إلى تحقيقه من خلال الإصلاحات والتدابير الاقتصادية والاجتماعية التي نعتمدها من أجل تحسين ظروف العيش المشترك من جميع المغاربة والحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية فالمغرب كان وسيظل إن شاء الله أرض التدعم والتماسك الاجتماعي داخل الأسل الواحدة والحي الواحد بل وفي المجتمع بصفة عامة فداخل المظم العثيقة مثلا كان ولا يزال كل شيء متشابها في واجهات البيوت وأبوابها حيث لا يمكن التفريق بين الوضع المادي للأثر إلى بعد الدخول إلى المنازل ذلك أن روابط الوحدة والتماسك بين المغاربة لا تقتصر فقط على المظاهر وإنما تنبؤ من قيم الأخوة والوعام المتجدرة في القلوب والتضامن في الأحزان والمسرعات وإننا حرصون على تعزيز هذه الروابط التي تجمع المغاربة على الدوان سواء من خلال اعتماد سياسات اجتماعية ناجعة أو أبرى تسهيل وتشجيع المساهمات التضامنية على مختلف المستويات ولهذه الغاية ندعو لتبسيط في المساطر لتشجيع مختلف أشكال التبرع والتطوع والأعمال الخيرية ودعم المبادرات الاجتماعية والمقاولات المواطنة كما ينبغي وضع آليات جديدة لإشراك القطاع الخاص في النهوض بالميدان الاجتماعي والمساهمة في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين سواء في إطار المسؤولية المجتمعية المقاولة أو من خلال إطلاق شراكات بين القطاعين العام والخاص في هذا المجال حضرات السيدات والسادة البلغانيين المحترمين إن التوجيهات الهمة التي قدمناها بخصوص قضايا التشغيل والتعليم والتكويل المهني والخدمة الأسكرية تهدف للنهوض بعضاء المواطنين وخاصة الشباب وتمكنهم من المساهمة في خدمة وطنهم فالخدمة الأسكرية تقوي روح الانتماع للوطن كما تمكن من الحصول على تكويل وتدريب يفتح فرص الاندماج المهني والاجتماعي أمام المجندين الذين يبرزون مؤهلاتهم وروح المسؤولية والانتزام وهنا يجب التأكيد أن جميع المغارب المانيين دون استثناء سوسط في عداء الخدمة الأسكرية وذلك بمختلف فئاتهم وانتماعاتهم لاجتماعية وشواهدهم ومستوياتهم التعليمية حضرات السيدات والسادة البلغانيين إننا نضع النهوض بتشغيل الشباب في قلب اهتمامتنا ونعتبر أن هناك العديد من المجالات التي يمكن أن تساهب في خلق المزيد من فرص الشغل ويعد تكويل مهني رافعة قوية للتشغيل إضام حظي بالعناية التي يسحقها وإطاء مضمون ومكانة جديدين لهذا القطاع الواعد وهو ما يقتضي العمل على مد المزيد من الممرات والجسور بينه وبين التعليم العام في إطار منظومة موحدة ومتكاملة مع خلق نوع من التوازن بين التكويل النظري والتداريب التطبيقية داخل المقاولات وعلاوة على دور التكويل في التأهيل لسوق الشغل فإن القطاع الفلاحي يمكن أن يشكل خزانا أكثر دينامية للتشغيل ولتحسين ظروف العيش والاستقرار بالعالم القروي إذا ندعو لتعزيز المكاسب المحققة في الميدان الفلاحي وخلق المزيد من فرص الشغل والدخل وخاصة لفائدة الشباب القروي غايتنا البثاق وتقوية طبقة وسطى فلاحية وجعلها عاملة توازن ورافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية على غرار الدور الهم للطبقة وسطى في المدن وإذا ندرك ما تعرفه الأراضي الفلاحية من تقسيم متزايد وما ينتج أن ذلك من ضعف في الإنتاجية كما أن استقرار الشباب بأرضهم يبقى رهينا بتمكينهم من فرص الشغل لذا نوجه الحكومة لبلورة آليات مبتقرة لمواصلة تحفيز الفلاحين على المزيد من الانخراط في تجمعات وتعاونيات الفلاحية المنتجة ومتابعة تقوين في المجال الفلاحي وبموازاة ذلك ندعو لتعزيز وتسهيل ولوج العقار وجعله أكثر انفتاحا على المستثمرين سواء الأشخاص أو المقاولات بما يرفع من الإنتاج والمردودية ويحفز على التشغيل مع الحفاظ على الطابع الفلاحي للأراضي المالية كما يتعين التفكير في أفضل السبل لإنصاف الفلاحين الصغار خاصة فيما يتعلق بتسويق منتجاتهم والتصدي الصارم للمضاربات وتعدد الوسطى ومن جهة أخرى فإن تابعة الأراضي الفلاحية المملوكة لجماعات سلالية قصد إنجاز المشاريع الاستثمارية في المجال الفلاحي لا يمكن إلا أن تشكل رافعة قوية لتحسين المستوى الاقتصادي والاجتماعي وخاصة لذوي الحقوق وهو ما قد يمكن من تابعة على الأقل مليون هكتار إضافية في هذه الأراضي وعلى غرار ما يتسم بخصوص تمليك الأراضي الجماعية الواقعة داخل دواء الرأي فإنه أصبح من الضروري إيجاد آليات القانونية والإدارية الملائمة لتوسيع عملية التمليك لتشمل بعض الأراضي الفلاحية البورية لفائدة دو الحقوق ويجب القيام بذلك وفق شروط محددة تجمع بين الإنجاز الفئلي للمشارع والحد من التجزئة المفرطة للاستغلالات الفلاحية وتوفير مواقبة التقنية والمالية المطلوبة وفي نفس التوجه الهادف للنهوض بالتشغيل ندعو لدراسة إمكانية فتح بعض القطاعات والمهن غير المرخص حاليا للأجانب فقطاع الصحة أمام بعض المبادرات النوعية والكفاءات الآلمية شريطة أن تساهم في نقل الخبرات وفي خلق فرص شغل للشباب المغربي حسب مؤهلاتهم ومما يزكي هذا التوجه لاهتمام المتزايد الذي تؤبر عن العديد من المصحات والمستشفيات العالمية المجهود لها بالتميز من أجل استثمار في بلادنا وإذا كانت التحفيزات المغربية تدفع بعض الطلبة للبقاء بالخارج بعد استكمال دراساتهم فإن من شأن المبادرة التي نقدم عليها أن توفر الظروف الملائمة للكفاءات المغربية قصد العودة للعمل والعطائب بأرض الوطن إضافة إلى تشجيع منافسة إيجابية والسليمة بما يساهم في الرفع من جودة الخدمات حضرات السيدات السادة البولمانين لقد دعوت من هذا المنبر في السنة الماضية إلى إعادة النظر في النموذج تنو الوطني وبلورة منظور جديد يستجيب لحاجية المواطنين وقادر على الحد من الفوارق والتفاوتات وعلى تحقيق العدال الاجتماعي والمجالية ومواكبة التطورات الوطنية والعالمية وتبعا لذلك بادرت مشكورة بعض مؤسسات والعيئات المعنية وعدد من الفعاليات والكفاءات الوطنية بإعداد بعض المساهمات والدراسات ومن جهتنا فقد سعينا من خلال المبادرات والإصلاحات التي أطلقناها هذه السنة لوضع بعض النبينات ورسم بعض التوجهات واعتماد نفس جديد لا سيما بالتركيز على القضايا المستعجلة التي لا تقبل الانتظار والتي تعد موضوع إجماع وطني كالتربية والتكوين والتشغيل وقضايا الشباب ومسألة الدام والحماية الاجتماعية وإذا كان من الطبيعي أن يأخذ هذا الموضوع المسيري بالنسبة لمستقبل المغرب وقتا كافيا من التفكير والحوار فإننا نعتقد أن هذا الوش الوازم قد بلغ مرحلة متقدمة من النج تقتضي الإسراء بتقديم المساهمات وذلك في غضون ثلاثة أشهر مقبلة إذا قررنا تقليف لجة خاصة مهمتها تجميع المساهمات وتصتيبها وهيكرتها وبلورت خلاصتها في إطال منظور استراتيجي شامل ومندمج على أن ترفع إلى نظر السامي مشروع النموذج التنمو الجديد ما تحديد الأهداف المرسومة له وروافد التغيير المقترحة وكذا سبول تنزيله حضرات السيدات والسادة البرلمانيين إن الرهانات وتحديات التي تواجه بلادنا متعددة ومتداخلة ولا تقبل الانتظارية والحسابات الضيقة فالبغرب يجب أن يكون بلدا للفرص لا بلدا للانتهازين وأي مواطن كيفما كان ينبغي أن توفر له نفس الحدود لخدمة بلد بلاده وأن يستفيد على قدم المساواة مع جميع المغاربة من خيراته ومن فرص النمو والإرتقاء والواقع أن المغرب يحتاج اليوم وأخطر من أي وقت مضى إلى وطنيين حقيقيين دافعهم العغيرة على مصالح الوطن والمواطنين وهمهم توحيد المغاربة بدل سفريقهم وإلى رجال دولة صادقين ستحملون المسؤولية لكل التزام ونقران ذات فكونوا رعاكم الله في مستوى هذه المرحلة وما تتطلبه من خصال الوطنية الصادقة ومن تابعة جماعية وحرص على جعل مصالح الوطن والمواطنين فوق كل اتبار قال تعالى ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلم وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة